علمني التاريخ أرحب بكم مع علمني التاريخ و ما زلت معكم و مع اللحظات الأخيرة من سقوط الأندلس نحن الآن في آخر سنتين من سقوط الأندلس و بالذات آخر شهور الحقيقة من سقوط الأندلس محمد بن الأحمر أبو عبد الله الملك الصغير كما كان لقبه هو حاكم غرناطة خائن حريص على الحكم تحالف مع النصارى من قبل لكنه لما حوصر الآن رأى أنه ليس له حل سوى أن يدافع لكن ما كان عنده جيش قوي يدافع به فمما ساعده وجود حركة إسلامية صادقة مخلصة بقيادة الأمير موسى بن أبي غسان و هناك كلمة أنه العلاقة بين الحكام و الحركات الإسلامية للأسف متوترة دائما ولو قام من الحكم من يخلص لله عز وجل سيجد أن الحركة الإسلامية ليس هدفها الحكم و ليس هدفها إسقاط دولة و إنما هدفها إقامة عز و مجد للمسلمين و سيكونون أعوان له إذا وجدوا منه الإخلاص و الصدق هذا الصراع الذي يجري بين الحركة الإسلامية و الحكام يجب أن ينتهي و يجب أن تبنى الجسور و يجتمع الجميع لبناء نهضة و تنمية و عز و مجد و جهاد و قوة و هذا مطلب الأمة كلها على كلها نرجع إلى غرناطة عمليا لم يستطع محمد بن أبي الأحمر أن يدافع عن غرناطة لكن الذي دافع عن غرناطة طيلت سبع أشهر كاملة سبعة أشهر كاملة ظل أصحاب هذه الانتفاضة في دفاعهم عن حصون غرناطة هجمات نصرانية شرسة و هم يدافعون بينما في ذات الوقت كان محمد بن الأحمر الصغير ينظر إلى الأمور يستطلعها من بعيد متفرج واقف ما استطاع أن يفعل شيئا يريد و يتمنى أن يجد حلا و مخرجا لا أعتقد أنه كان يريد التخلص من حكمة لا هو يريد حكمة و لا يريد النصارى لكن أيضا في نفس الوقت كان متوجس من هذه الحركة و في نفس الوقت يريد حلا أو مخرجا يستر به ماء وجهه لأنه كما يقولون سحب البساط منه الذي يدافع عن غرناطة موسى بن أبي غسان و ليس الملك الصغير بعد سبعة شهور من هذا الجهاد الشعبي وجد الملك الصغير بريق أمل كان قد تمنى أن يجده جاءت رسالة من حكام أسبانيا فرناندو أزابيلا يطلبان فيه في الرسالة من الملك الصغير تسليم غرناطة و يضمن له و لقومه و لجيشه الأمان و سبعين شرط سنحفظ المساجد و سنحفظ الكذا و لن نسترق أحد و لن تمنع من مواسة دينكم و أشياء كثيرة كان من بين هذه الضمانات و تلك الشروط أن تترك المساجد و لا يدخل النصارى غرناطة بل يقبل فقط بتبعيتها لن يدخل الجيش فقط سيدخل الملك و من معه و سيطلق الأسرى و تؤمن الأعراض و الأموال و يوضع أبو عبد الله الملك الصغير وزيرا على غرناطة معاونا لملك أسباليا يعني ما يسمى ملك يسمى وزيرا الآن الملك الصغير ما هو قادر يدافع و إذا انتهت المسألة و صمد الشعب الناس سيلتفون حول الحركة الإسلامية بقيادة موسى بن أبي غسان و ليس حوله فوجد أن هذه فرصة أن يبقى له الحكم شوفوا الخيانة شوفوا العقلية همه نفسه من هنا وافق الملك الصغير على هذه المعاهدة لكنه خوفا من أن تظهر خيانته و حرصا على حياة الأبدية السرمدية كان يريد طريقة يعني يقبل الشعب فيها بهذه الشروط فالمهم اشترط لنفسه شرطان حتى يضمن أن ما يخونه النصارى بعد الاتفاقية الشرط الأول شوفوا الشروط اللي فكر فيها الشرط الأول هذه الشروط الآن ابن الأحمر على ملوك أسبانيا الشرط الأول أن يقوم فرناندو و إيزابيلا بالقسم على هذه العهود فاستجيب له و أقسم على هذا الأمر الأمر الثاني أن تحكم في هذه المعاهدة هيئة عالمية تضمن تطبيقها بصورة سليمة يعني لابد من قوة خارجية تضمن الاتفاقية و نظر في دول العالم من ممكن يحترمه ملوك أسبانيا فوجد ما في أعظم من البابا اللي هو هيئة الأمم بالنسبة له في ذلك الوقت فاشترط أن يوقع البابا على هذه الاتفاقية فأرسلت الاتفاقية إلى البابا فوقع عليها سيتم تسليم غرناطة و ينتهي الوجود الإسلامي في الأندرس بعدها اتجه الملك الصغير ليسلم مفاتيه غرناطة و يوقف حركة الجهاد في البلد مقابل أن يعطوه الأمان كما ذكروا بعد أن وقع البابا بابا روما على هذه الاتفاقية و أقسم عليها فرناندو و عيزابيلا موسى بن أبي غسان في رد فعل طبيعي و صريح تجاه ما حدث وقف موسى بن أبي غسان قائد الانتفاض الإسلامية رحمه الله في قصر الحمراء ووقف وخطب خطبة مهيبة طويلة مكتوبة في التاريخ فقال فيها لا تخدعوا أنفسكم و لا تظنوا أن النصارى سيوفون بعهودهم و لا تركنوا إلى شهامة ملكهم إن الموت أقل ما نخشاه يعني هناك أمور أصعب من الموت فأمامنا النهب مدننا و تدميرها و تدنيس مساجدنا و تخريب بيوتنا و هتك أعراضنا و بناتنا أمامنا الجور الفاحش و التعصب الوحشي و الصياط و الأغلال أمامنا السجون أمامنا المحارق أنا والله فلن أرى كل هذا يريد موسى بن أبي غسان أنه لن يرى هذا الذل لن يرى هذا الذل الذي سيحل بالبلاد جراء هذا التخاذل و التقاعس من ملوك المسلمين أما أنا فلن أقبل بالذل وسأموت الموت الشريف خطب هذا الكلام أمام الملك و أمام الأعيان و الناس يسمعون و غادر المجلس و ذهب إلى بيته و لبس سلاحه و امتطى جواده و انطلق ليقابل سرية النصارى يريد أن يحرك الشعب معه ماذا حدث لموسى بن أبي غسان و كيف سقطت غرناطة بعد الفاصل إن شاء الله أهلا بكم و مرحبا مع علمني التاريخ تسلسلت بنا أحداث سقوط الأندلس حتى وصلنا إلى اللحظة التي وافق فيها أبو عبد الله محمد بن الأحمر الملك الصغير على تسليم غرناطة لملوك أسبانيا فرناندو أزابيلا و رفض موسى بن أبي غسان قائد الانتفاضة الإسلامية داخل الأندلس رفض التسليم وتحرك نحو بيته وتجهز نحو القتال فتحرك معه الناس لكن حركة ليس لها دعم داخلي و ليس لها دعم خارجي و ليس لها أرض تنطلق منها فأنا لها أن تنتصر فبدأ النصارى يضغطون عليه والملك الصغير والجيش الإسلامي يتفرج حتى انهارت المقاومة وظل بمفرده موسى بن أبي غسان يقابل خمستعشر رجلا من النصارى فقتل معظمهم ثم قتل هو شهيدا في سبيل الله رحمه الله ذكرت قصته بالتفصيل في كتابي الأندلس التاريخ المصور كان مقتل موسى بن أبي غسان وتسليم ابن الأحمر الصغير غرناطة إذانا بانتهاء الدولة الإسلامية في مملكة غرناطة يريت هذا الاسم موسى بن أبي غسان يخلد بين شباب المسلمين نحن في الرحلات في غيرها نسمع أنهم والله يذكرون بعض أبطال المسلمين لكن لم أسمع يوما أنهم خلدوا هذا الاسم فيريت أن يخلد ويعرفوا تاريخه بالتفصيل حاول قاوم مات عزيزا ولم يمت دليلا بينما أعطى أبو عبد الله محمد الصغير الموافقة بالتسليم للملكين فرناندو الثالث وأيزبلة طبعا لما أرسل لهم بالموافقة الآن تستطيعوا أن تدخلوا غرناطة لم ينسى أن يرسل إليهما بعض الهدايا الخاصة والفخمة بما يليق بمقامهما هذا ملك عظيم يدخل الآن وفي خيالاء وغرور وبهرج من الزينة يدخل الملكان قصر الحمراء الكبير ويدخلان أمامهما الرهبان ويقوم محمد بن الأحمر الملك الصغير بالركوع على ركبتيه يجثو على ركبتيه ويقبل يد فرناندو في قصر الحمراء وخلد التاريخ هذه الصورة الذليلة خلد التاريخ نهاية الأندلس تلخص كلها في هذه الصورة عندما يصبح ملوك المسلمين بهذا الذل ويحرص على رضا ملوك الأعداء فيصل بهم الأمر أن يهدولهم الهدايا ويقبلوا أيديهم عندها نعرف أنها نهايتنا والتاريخ يعيد نفسه في أول عمل رسمي يقوم به ملوك النصارى أول شيء قبل أن يفعلوا أي شيء آخر قاموا بتعليق الصليب فضي كبير فوق برج القصر الأعلى ويعلن من فوق هذا البرج أن غرناطة أصبحت تابعة للملكين الكاثوليكيين وأن حكم المسلمين قد انتهى في بلاد الأندلس وفي نكسة كبيرة من الذل والصغار يخرج أبو عبد الله محمد بن الأحمر الصغير من القصر الملكي ويسير بعيدا في اتجاه المغرب حتى وصل إلى ربوة عالية تل عالية تطل على قصر الحمراء فينظر منها إلى قصر الحمراء وإلى ذلك المجد الذي قد ولى وضيعه هو فيحزن ويأسى وتبدو عليه المسائل الحزن حتى ما عد يتمالك نفسه فأخذ يجهش بالبكاء انطلق يبكي حتى بللت دموعه لحيتها فقالت له أمه عائشة الحرة أجل فلتبكي كالنساء ملكا لم تستطع أن تدافع عنه كالرجال وإلى هذه اللحظة ما زال هذا التل الذي وقف عليه أبو عبد الله محمد الصغير ما زال موجودا في أسبانيا إلى اليوم وما زال الناس يذهبون إليه يتأملون موضع هذا الملك الذي أضاع ملكا عظيما كان قد أسسه أجداده ويعرف هذا التل اليوم بزفرة العربي الأخيرة بكاء أبي عبد الله محمد الصغير حين ترك ملكه ذلك في الثاني من ربيع أول سنة 897 هجرية في الثاني من يناير 1492 ميلادية وهاجر بعدها أبو عبد الله محمد الصغير إلى بلاد المغرب وهناك اعتقله ملك المغرب بتهمة الخيانة لبلاد المسلمين ووضع في السجن وكما يقول المؤرخون شهد أولاده أولاد أبي عبد الله محمد الصغير شهدوا بعد ذلك بسنوات وسنوات يشحدون في شوارع المغرب لعنة الله على هذا الذل لعنة الله على ترك الجهاد الذي أوصلنا إلى هذا المستوى وتلك المنزلة لم تنتهي أحداث الأندلس عند ذلك وإنما ماذا حدث للناس في الأندلس بعد سقوطها قصة المرسكيين وما حدث لهم في لقاء آخر إن شاء الله استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة